لابد أن نحذر من الشيطان بأن لا يعبد الشيطان ولا يطاع لا يمكن أن أرضى أن أعبد من دون الله لو جاء إنسان وانحنى لي بالركوع والسجود لابد أن أنكر هذا لا يمكن لأحد أن يدعي علم الغيب لا يمكن لأحد أن يدعي علم الغيب لا يمكن لأحد أن يدعي علم الغيب كل من ادعي علم الغيب كاذب وكافر كفرا أكبر لا نحكم إلا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم شبيمر شريعة الظهر شكرا شكرا